من المقرر أن تصبح لوكسنبرد أول بلد في العالم يجعل كل أنواع النقل العام مجانية واعتبارا من الصيف المقبل ستلغى أجرة تذاكر القطارات والترام والحافلات في إطار خطط الحكومة الائتلافية المعاد انتخابها بقيادة زافيه بيتل الذي أدى اليمين الدستورية لفترة ثانية رئيسا للوزراء يوم الأربعاء وتعهد بيتل بإعطاء الأولوية للبيئة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة وبالإضافة إلى تعهد النقل العام تبرس الحكومة الجديدة أيضا تقنين الحشيش وإدخال عطلتين عامتين جديدتين وتعاني مدينة لوكسنبورغ عاصمة الدوقية الكبرى من بعض أسوأ الزحامات المرورية في العالم فهي موطن لحوالي مئة وعشرة آلاف شخص لكن هناك أربعمائة ألف آخرين يدخلونها يوميا للعمل وقد أشارت دراسة إلى أن السائقين في العاصمة كانوا يقضون 33 ساعة في المتوسط في الاختناقات المرورية في عام 2016 وفي حين أن البلد ككل يبلغ عدد سكانه 600 ألف فإنما يقرب من 200 ألف من سكان فرنسا وبلجيكا وألمانيا يعبرون الحدود كل يوم للعمل في لوكسنبورغ وقد أظهرت لوكسنبورغ توجها تقدميا متزايدا في النقل وفي هذا الصيف أدخلت الحكومة النقل المجانية لكل طفل وشاب يقل عمره عن 20 عاما ويمكن للطلاب في المدارس الثانوية استخدام المكوكات المجانية بين معاهدهم ومنازلهم ويدفع الراكب 2 يورو فقط لمدة تصل إلى ساعتين من السفر والتي تغطي جميع الرحلات تقريبا في بلد مساحته 2590 كم مربعا فقط واعتبارا من بداية عام 2020 ستلغي جميع التذاكر